السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد على قناتي و قناتكم يسرا كويزين نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو لقاكم باخر و على خير و بصحة جيدة بالنسبة للوصفة اليوم كما تشوفوا معايا لدينا بورجر اللي غادي ندل في واحد الاضافات لي هي بسيطة و كتعطي الطعم متميز و زوين بزف و غادي نقطرها عليكم واحد الصلصة بالفوماج لديكم معايا و تابعوا الفيديو من الأول و الاخر باش نتعرفوا المكونات و طريقة التحضر و دعنا ندل معكم الأول حاجة تتبيل الكفزة تقرب عندي واحد نسكيل الكفزة تستعمل حاجة دهون بشكل غير حاجة تستعمل الحاجة على تحضر الدهون بشكل غير حاجة لأنه حاجة دهون بشكل غير حاجة كما أرى حاجة تكون هذه المكونات تقرب عن الجفة بسلامة وسطة بشلدة لا تتحدثون عن البنات كبار المادنوس نضع توابل قبصة الملحة الملحة نضع الفرمج لكي لا تصبح مزيد نضع قصبور طحون بنين سوف نضيف بعض البودرة بودرة البصرة ولكن يبقى لكم اختيارين مع القصغيرة الموتاقط و هناك كيتشوب الحار والعادي سوف نضيف مع القصغيرة سوف نكتفي بهم لكفتة لا ندخلهم في الحمارة لكفتة لكفتة بالنسبة لكفتة سوف نقطع الكفتة باستخدام كما ترى لكفتة سوف نقوم بحلقة نقوم باستخدام الكفتة وضعها على جنب كما ترى لكفتة 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 سوف نضيف المكون كما ترى لا تستطيع المعضة لكفتة لكفتة كما ترى لكفتة مالذي لا ترى وأنا أعطيت خلق لأخطت جل الدوائر كيمياء جدا لكفتة كمياء جدا لكفتة لغير الوقت لكفتة شكرا لكم النظر لا تقوم باستخدام لم تكن لوقت و قلت انا رغضي نديره دغية دغية لماذا اشارك معكم ولو غير تسبيل اللي كندير تعريق سيفيه تقدر تفيد شيء واحده بزاديه بالنسبة لهذا الخبز اللي كناخد ما كنديره شنشان ضروري ما كنحمصه شوية في المقلع انا ما كندير مع هلا زبدالات هشي حاجه كلي كي يدير شوية زبدالة في المقلع وعدك يحمصه انا كندير غير هكا وكي يجي مزيان كي يجي شوية مقرمل بالنسبة له خرعة تكون متوسطة وكتبقوا تضغطوا عليه بحركة كينما اعرفت الخبز اللي يكون خفيف خفيف بزاف ضروري كنبركو عليه شوية باش كي يتحمر نضغية صافين بعد ما حمرت هات الخبز اللي سننزله على جنب وفي نفس المقلع ما انا نخدمه كل شيء في نفس المقلع فاش مكترسي انا قوية الممعنة وروينا نفس المقلع دهنته غير بالزيتين انا ما ديرش زيس بزاف كي ما شفتوا غير دهنتها وغطينا استفادك الفلفلة والبصلة بالنسبة للفلفل والبصلة ليس نقليهم كما تشوفوا معي سنحركهم كل ساعة غير يتحمروا بحالة سنشويوهم وصافي ثم كما اشتركوا محافظين على الشكل كما تريدون بحالة سنشويوهم ويأخذوا واحد لون دهبي غير من الجنبات وصافه سنحيطوهم ودهنته في نفس المقلع كما كنت لكم سنضغط الكفتة سنضغط الكفتة سنقليها بشكل عادية نضيف الى صندويتش الكفتة السخونة نضيف الصندويتش فرمج الصفر افضل اذا ارادت الفرمج الصفر يكون حسن هنا تقدروا تضغط لغطة على المقالة لكي يدوب هنا سوف نزول الصوص سوف نحتاج إلى تقرب المعلقة كبيرة المعلقة الدقيق سوف نحمر مزيان بالنسبة لكي نسرع الفيديو لكي لا يجب عليكم مش طوار لكي نحمره لعافية تكون مهيلة وضفت لهم نص رأس المعلقة والنصف المعلقة صغيرة سوف نعمل على طريقة البشامل بعد ذلك سوف نسرع الفيديو سوف نحضر الحريرة بالنسبة لكي يقول البشامل يقول الضرب لكي لا يجب عليك الكتل سوف نعمل جيدا حتى حصلت على هذا القوام سوف نضيف الكيميات لكي نضيف الكيميات لكي تأخذها أيضا لا تضيف الموزاريلا وخذ الفرماج الحمر سوف نضيف الكثير من الموزارين لكي لا يجب عليك سوف نضيف الكيميات نضيف الموزار ونضيف للكي نضيف الكيميات عنك بالنسبة لكي خبز حمرنا الفلفلة و البصلة سوص الفروماج الكفيتة مع الفرماج سنتويش نحتاج الكيتشوب و سلاة الخص و الخيار مخلل أول حاجة ندهن الخبز سوص الفلفلة و نضيف الفلفلة كفتة و الفرماج و الخص و نضيف الفق كيتشوب نضيف الفلفلة سوف نضيف الفلفلة و نعود معكم اخر سوف نضيف الفلفلة حمرنا كيف يمكن أن تكون في المعضاء مسكر و تكون جيدا و يمكنك أن تكون بالفرماج الوضع فنضيف الفلاء بلده و هكذا يكون بورجر جدا انا نرى اجبالكم و اجربا و ارافقوا بالفرماج ليس خطير انا نرى أعجبكم الفيديو اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة ونطلقوا في الفيديو جدد إن شاء الله السلام عليكم